شكل تعاون في مجال مياه الرأي محور اجتماع انعقد اليوم بالرباط بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي ورئيسة البنك الأوروبي للإنشاء والتنمية أوديل رينوباسو التي تقوم حاليا بزيارة للمملكة وأوضح محمد صديقي في تصريح عقب هذا اللقاء أن محادثاته مع رئيسة البنك الأوروبي للإنشاء والتنمية أتاحت مناقشة التعاون بين المغرب والبنك في المجال الفلاحي وأشار الوزير إلى أن المحادثات شاملت على الخصوص مواضيع مياه الرأي وتحديدا تحديث قنوات الرأي وتحسين نجاعة الرأي من خلال تطوير الرأي المقتصد للمياه